أن في الحديث والله في عون العبد ما كان بعض الناس يقرأ الحديث كيف والله في عون العبد ما زال العبد وفي عون الأخي ما زال اختلف عن ما كان لو كان ما زال يعني لن يكون الله في عون العبد إلا إذا كان مستمرا لأن ما زال يفيدش الاستمرار وليس الأمر كذلك بل ما كان متى ما كان في عون أخي كان الله في عونه وليس بالضرورة أن يكون مستمرا في عون أخي حتى يكون الله في عون فرق والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي نعم فالاستعانة